السلام عليكم عشاق شركة اوبو واجهات كولور اويس 12 الجديدة الشركة تنشر الجدول الزمني للهواتف التي ستحصل على التحديث موعد حصول الهواتف على واجهات كولور اويس 12 كل هذا و اكثر سوف تشاهده في هذا الفيديو ولكن قبل البدء زمن منكم دعم القناة بقوة لاني بحاجة للدعم من فضلكم بالتغطرة زر لايك والشارك وفاعل زر الجرس وشكرا لك قدمت شركة اوبو واجهات كولور اويس 12 الجديدة في اكتوبر الماضي ووعدت بعض الهواتف بانها ستكون قادرة على الحصول عليه قبل نهاية العام الحالي الان اعطت الشركة واريخ محددة لسبعة هواتف للحصول على التحديث الجديد هواتف اوبو التي ستحصل على واجهات كولور اويس 12 ووفقا لشركة اوبو في 10 ديسمبر الحالي سوف يحصل هاتف اوبو رينو 5 برو 5 جي وهاتف اوبو ايف 19 برو بلاس على واجهات الكولور اويس 12 اما في 20 ديسمبر فسوف يحصل هاتف اوبو فايند اكس 2 على التحديث بالاضافة لهاتف اوبو رينو 6 برو الذي سوف يحصل على التحديث في 22 ديسمبر وفي 28 ديسمبر سوف يحصل هاتف اوبو اي 74 5 جي على التحديث ايضا وهاتف اوبو رينو 6 5 جي الذي سوف يحصل على التحديث في نفس التاريخ التاريخ المذكور هو التاريخ الذي يكون باستطاعتك تثبيث التحديث اذا كنت ترغب في تحميله يجب عليك التوجه الى قسم تحديث البرامج في الاعدادات والمتابعة خلال عملية التشجيل من خلال رمز الترس في الزاوية اليمنى العليا تجدر اشارة الى انه على الرغم من ان الاصدارة تجريب مخصص لهاتف اوبو العالمية الا انه لن يكون متاحا في الواقع في الاتحاد الاوروبي والمنطقة الاقتصادية الاوروبية بسبب اللائحة العامة لحماية البيانات جي دي بي ار ومع ذلك ذكرت التقارير ان الشركة تعمل على تحسين النظام بحيث لا ينتهك الخصوصية الخاصة بالمستخدمين كي تتوافق مع لوائح الاتحاد الاوروبي وتعد شركة اوبو هي العلامة التجارية الرئيسية الوحيدة للهواتف الذكية التي تصدر جذاوي شهرية لترقية نظام التشغيل لاجهزتها وتعرض التفاصيل السابقة الهواتف التي سيتم تحديثها الى وجهات اوبو كولر اويس 12 الذي ستستند الى نظام التشغيل اندرو 12 المستقر في شهر ديسمبر 2021 ما رأيك في هواتف اوبو وفي التحديثات شاركنا اراك ضمن التعليقات ولا تنسى دعم القناة احبكم في الله مع السلامة